طيب بالنسبة اللي مطروع الساعة لأن احنا معاكم النهاردة لمدة ساعة فقط فيه كلام مهم جدا وفيه مباراة أهم بس عايز أقول لكم أنه القرار الواضح والصريح من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لكل الأجهزة العاملة في النادي مش بس الإعلاميين الإداريين وكل الأجهزة المسؤولة في النادي أنه مفيش رد على أي بيانات مفيش تعامل مع أزمة النهاء الأفريقي مفيش أي تعقيب عليها فقط للتركيز لمباراة الأهلي ووفاق سطيف التسعة مساء السابت القادم إن شاء الله وده علشان يتحط الجميع في صورة أهمية المباراة طبعا هو دي الحكمة الحكمة الإدارية ولكن مؤكد أن الناس كانت بناء على التعقيب كانت منتجرة تعقيب ولكن أنا بقول لك أننا في اللحظة دي الصمت هو الحكمة لأن هناك كنت أستشعر أن هناك حلقة مفقودة بدأت معالمة تتضح سنتحدث عنها ولكن بعد مباراة وفاق الصيف لأن لكل مقام كلام لكل مقام كلام ولكل مقام قرار لأن مجلس إدارة النادي كابتن محمود الخطير دعا المجلس للاجتماع ساعة خمسة يوم الأحد إن شاء الله للنظر بإذن الله في هذا الموضوع بشكل كامل واتخاذ الخطوات اللازمة في ضوء إن شاء الله تعالى تأهل الأهل بإذن الله مساء السبت لكن زي ما أقول لكم لا حديثة ولا كلامة ولا تعليق ولا تعقيب فقط التركيز في الأهل وفاق الصيف